النقطة التانية لمروان عطية مروان عطية انتقل للنادي الاهلي مروان عطية كان موجود هنا من يمكن من فترة من بداية الموسم هنا في قناة نادي الزمالك في الشارع وقابلته وكان زعلان جدا وكان نفسه ييجي نادي الزمالك ولكن الستاذ محمد مصرحي كان رافض وكان احمد عادل ميسي الاهلي عايزه يعني النادي الاهلي كان في احتياج لحمد عادل ميسي والزمالك كان عايز مروان عطية قبل ما يجيب عمر السيسي تمام ومروان عطية كان عايز ييجي ورح طلع ضيف معميده وكان عايز يقول ان هو يعني نفسه ييجي الزمالك وكلام من هذا القبيل لكن مش دي مشكلتي مشكلتي ان مروان عطية اما الزمالك جي اشترى مصطفى شلبي بعشرين مليون جنيه ابتدت الناس تقول ده مبلغ مبالغ فيه جدا رغم مصطفى شلبي لعيب يعني زي ما بيقولوا كده ايه المهارة والموهبة كلاعب يستطيع ان يصنع الفارق واضح اللعيبة بالمستوى ده بتبقى اغلى اللعيب الديفندر لعيب كويس مروان عطية لعيب كويس ما قدرش اقول كده ويعني كان في وقت من الاوقات من ضمن اختيارات نادي الزمالك نادي الزمالك يمكن ما ساعش بقوة ان يجيبه لانه في النهاية محترامي يعني انا في النهاية ده قرار مجلس الادارة زمالك مش محتاج هذا المكان نهائيا يعني ويمكن انا معرفش النادي الاهلي محتاجه ليه زي يكون عايز احمد عادل ميسي باكاوب عايز مرون عطية وهو قريدي كده كده الديفندرات موجودة زي ما هي عمر السلية موجود حمدي فتحي موجود احمد نبيل كوكا موجود اليو ديانج موجود محدش نقسم الديفندرات يعني وبالتالي معرفش ايه احتياجات النادي الاهلي هو حر لكن النادي الزمالك عنده سيف فاروق جعفر لعيب كويس جدا 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 عنده عمر السيسي عنده نبيل عماد دونجا عنده محمد أشرف روق وكان عنده زكري الوردي قبل ما يمشي بس انا موجود نظري يعني ان احنا عندنا لعيب اسمه حمدي علاء حمدي علاء معار للسنة التانية مع البنك الاهلي وكان معار الموسم الماضي امام سموحة وعمل مطشط اكثر من رائعة ولعيب مهم جدا في نص الملعب وده مستقبل نص الملعب ولعيب متربي في نادي الزمالك واحترف فترة في تركيا ثم عاد لنادي الزمالك وبقاله سنتين بيتودك في الدوري ولعب مع اسموحة وكان واضح جدا مع اسموحة الموسم الماضي يمكن كان واضح عن مروان شوية فانا من وجهة نظري ليه اجيب بـ 22 و 22 مليون جنيه وانا عندي لعيب اسمه حمدي علاء هرجعه بعد اقل من 6 شهور يرجع نادي الزمالك تاني ويبتدي المشوار ليه؟ ليه اجيب فلوس كتير وعندي لعيب مميز جدا وعشان كده اللي انا شايفه ان انا محتاج انا يعني معلوماتي ان شابانا خلاص اخر مطش اللي جاي ليه عنده مطش في الدوري بعد يومين 3 والزمالك هيدفع عن مليون جنيه مع طلاق الجيش وهيرجع بعد مطش طلاق الجيش ينضم النادي زمالك محمود شابانا الزمالك لو محتاج بجد وعايز يجيب لعيب يجيب لعيب زي راس حربة يكون قوي مواصفات مختلفة يستطيع انه يكون متواجد مع سيف الجزيري خصوص ان احنا نلعب اكتر من بطولة دي قناعاتي وزمالك تحتاج حاجة تانية خالص نهائي